السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن للكلة أهمية كبيرة لجسم الإنسان حيث تعمل كفلتر طبيعي وتقوم بتنقية الدم من السموم وتحافظ أيضا على توازن السوائل العامة في الجسم بالإضافة إلى إفراز الهرمونات التي تنتج خلايا الدم الحمراء وتضمن صحة العظام وتنظم ضغط الدم ولأن الكلة تعمل كمصفاه تزيل الشوائب والسموم من الجسم لذا ينصح بالتركيز على تناول الأطعمة التي تساعد على تطهيرها من تلك السموم ولأن كثرة تلك الشوائب التي تتعدد مصادرها تحتاج من الكليتين جهدا إضافيا الأمر الذي يتسبب في تلفهما في خلال السنوات الماضية انتشر في الأسواق استخدام الزبضة الصناعية على نطاق واسع في المأكولات الجاهزة والكثير من المخبوزات وتستخدمها مصانع الحلويات في صناعة البيتيفور والحلويات بكافة أنواعها وأيضا عجائن الفطائر لا تخلو منها على الرغم من أن الزبضة الصناعية أو المارغرين لها الكثير من الأضرار إلا أن رخص سعرها وتوفرها في الأسواق بشكل كبير جعلها من الأنواع المفضلة لداء الكثير من مصانع الحلويات والمخبوزات إضافة إلى سهولة حفظها وعدم تعرضها للتلف والفساد لفترات طويلة تشير الدراسات الحديثة إلى أن زبدة المارغرين كانت في البداية عبارة عن مادة بيضاء اللون وليس لها أي فائدة غذائية وبعد ذلك أضيفت لها بعض الألوان الصناعية والمستحلبات والمواد الكيميائية وتم تسويقها في المحال على أنها بديلة عن الزبدة الطبيعية من مميزات المارغرين أو الزبدة الصناعية أنها تعطي طعما قريبا من الزبدة الطبيعية ولذلك أغلبية المحال تستعملها والبعض يخلطها بكمية من الزبدة الطبيعية لتعطي طعما أقوى ويطلقون على هذه المنتجات أنها مصنوعة من الزبدة البلدية الطبيعية وهذا نوع من التضليل والخداع فلابد من كتابة المواد التي تدخل في تكوين أي طعما واليوم في هذا الفيديو سوف نقدم لكم الكثير من المعلومات حول الزبدة الصناعية أو المارغرين وأضرارها على الكلا تعتبر الزبدة الصناعية من الأطعمة التي يفضل بعض الأشخاص تناولها عند وجبتي الإفطار والعشاء لسهولة تحضيرها لكن دون إدراك فإن الإفراط في تناولها قد يتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية وذلك لخطورة المواد التي تدخل في تركيبها وهناك سببين رئيسيين يتم إضافة بعض المستحلبات التي لها مخاطر صحية محتملة مثل فوسفات الصوديوم وهو أحد العناصر التي يحذر منها الأطباء لأنه يمكن أن يؤدي إلى أضرار وتلف الكلا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فتوجد مستحلبات أخرى مثل فوسفات البوتاسيوم تضاف على الزبدة الصناعية وهذا يتلف ويصحق الكلا ويدهور وظائفها ويصيبها بقصور واعتلال حاد وقد يسبب الحساسية والإسهال أيضا بالإضافة إلى احتواء الزبدة الصناعية على نسبة عالية من الأملاح التي يصعب على الكلا التخلص منها عن طريق البول خاصة في حالة الإفراض في تناولها أما عن السبب الثاني هو احتواء الزبدة الصناعية على الدهون المشبعة حيث تحتوي الزبدة الصناعية على كمية كبيرة من الدهون المشبعة التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب أشرين تراكم الدهون في أجزاء كثيرة من الجسم وخاصة في منطقة البطن ما يؤدي إلى زيادة الوزن يؤدي تناول الزبدة الصناعية باستمرار إلى إضعاف جهاز المناعة لدى الأشخاص ما يكون سببا لمهاجمة الكثير من الأمراض كما تقلل الزبدة من استجابة خلايا الجسم إلى هرمون الأنسولين ما يكون مؤشرا ومقدما للإصابة بمرض السكري يؤدي تناول الزبدة الصناعية إلى التهاب المفاصل وترقق وهشاشة العظام من أضرار الزبدة اضطراب في حركة الأمعاء وعصر الهضم والانتفاخ والإصابة بأنواع من السرطانات بالطبع هذه الأضرار تصيب الجسم على المدى الطويل وأخيرا يفضل لسيدة المنزل أن تستخدم بدائل الزبدة الصناعية مثل استعمال الزبدة البلدية أو زيت الزيتون الذي له فوائد لا تعد ولا تحصى كما أنه أحد الأغذية التي تقاوم الشيخوخة بقوة وله مردود جيد على صحة الأشخاص بما فيها البشرة والشعر مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة